خاليني أقول لحضراتكم روح للجنة طبعاً اللي بتدير اتحاد الكرة اللجنة قررت أنها تصرف مكافأة خاصة للمدير الفني الجديد كارلوس كيروش وللعيبة بخلاف اللي بتنص عليه اللايحة بعد طبعاً المطشين الأخيرين اللي جمعونا بليبيا ذهاباً وعودة أو يعني مباراتين حقق فيهم طبعاً المنتخب فوز كان مهم جداً في توقيت صعب بتكلم على ظروف المجموعة وأنك أنت توصل للصدارة وبتكلم على تغيير جهاز فني فاللجنة قررت أنها تصرف 90 ألف جنيه لكل لعف المنتخب بعد ما حقق الفوز في المطشين أنا طبعاً مش ضد المكافأة الخاصة في أي مناسبة ومع أي منتخب أو نادي لكن أتمنى يعني إنجاز التعبير أنه فكرة المكافأة الخاصة دي تتربط بشكل من الأشكال بتحقيل هدف الأساسي أنا ما كانش هدفي الأساسي أن أنا أوصل للفوز على ليبيا ولا هدفي الأساسي أن أنا أوصل لصدارة المجموعة أنا هدفي الأساسي أوصل لكسة العالم ساعتها ممكن بقى نعمل أكيميليتف كده نجمع فيه كل المكافأة الخاصة اللي هتقرر لجنة أنها تصرفها ونصرفها بعد ما نحقق الهدف الأساسي لكن فكرة التعامل بالقطعة دي والمرحلة أعتقد أنها لا تجوز مع منتخب بحجم مصر وما أعتقدش المكافأة هتفرق قوي مع اللعيبة يعني المكافأة الحقيقية للعيبة دي أنها توصل كاس عالم وأنها تلعب كاس عالم قبل ما نتكلم على مكافأة مادية أصرف مكافأة خاصة لكن خلي الصرف في نهاية المرحلة أو مع تحقيل هدف اللي هو وصول لكاس عالم إن شاء الله وأعتقد أنه البداية اللي حصلت في مبورات العودة أمام لي بيتقول أنه المنتخب ابتدأ يستعيد جزء كبير جدا من شكله ومن شخصيته ونتمنى أنه في اللي جاي مع مستر كيروش أعتقد تخلص من حالة الضغط أو التوتر اللي كانت مسبب بها له مرحلة ما قبل تولي المسئولية ترتيب مصر في المجموعة أنت النهاردة هتلعب المطشين اللي جايين مرتاح جدا عندك فرصة كمان تتفرج على اللعيبة على الهوى تشوف كل قمشة اللعيبة المصرية في ثلاث جولات من الدوري وبالتالي هتكون الظروف مواطية أنك أنت تقدم كمان أداء وشكل أفضل للمنتخب